اهلا بحضراتكم في تغطية خاصة لمتابعة تطورات اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تفاصيل العقوبات والقرارات الخاصة بالمباراة النهائية في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بين منتخب مصر والسنغال واللي انتهي بفوز أسود الترانجة بضربات الترجيح واللي أعلن خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم معاقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم على الأحداث التي شهدتها المباراة وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الموقع الرسمي ان لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلا عن 175 ألف فرانك سويسري كغرامة كمان تم تغريب المنتخب المصري بقيمة 6000 فرانك سويسري نظرا لسوء سلوك الجماهير كما زعم الفيفا طيب في أول رد للاتحاد المصري لكرة القدم على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم كشف مسؤول اتحاد الكرة انه هيتم تصعيب ملف مباراة مصر والسنغال الى تصفيات كأس العالم الى المحكمة الرياضية الدولية وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام تقدم باحتجاج رسمي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلب فيها بتأهل منتخب مصري الى كأس العالم على حساب السنغال بسبب احداث الشغب التي وقعت قبل واثناء وبعد لقاء العودة اللي فاز فيها أسود التيرانجا بركلات الترجيح خليني اقول لحضراتكم مرة اخرى هذا الخبر العاجل في اول رد للاتحاد المصري لكرة القدم على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم كشف مسؤول اتحاد الكرة انه هيتم تصعيب ملف مباراة في مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم الى المحكمة الرياضية الدولية وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام تقدم باحتجاج رسمي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طالب فيه بتأهل منتخب مصري الى كأس العالم على حساب السنغال بسبب احداث الشغب التي وقعت قبل واثناء وبعد لقاء العودة التي فاز فيها أسود التيرانجا بركلات الترجيح مرة اخرى في هذا الخبر العاجل وفي اول رد للاتحاد المصري لكرة القدم على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم كشف مسؤول اتحاد الكرة انه هيتم تصعيم ملف مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم الى المحكمة الرياضية الدولية اذا مشاهدين استند اتحاد الكرة المصري في شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على محاولة شخص سنغالي الاعتداء على محمد صلاح قائد منتخب مصر داخل فندق الاقامة وكمان تعطيل الجانب السنغالي وصول حافلة المنتخب الوطني للملعب اللي احتضن لقاء العودة وعدم حصول منتخب مصر على الوقت الكافي للقيام بعملية الاحماء كمان تضمنت الشكوى تشويش الجماهير السنغالية على النشيد الوطني لمنتخب مصر قبل انطلاق المباراة ورفع لفتات عنصرية ضد محمد صلاح والقاء زجاجات مياه على ارضية الملعب تسببت في سقوط محمد الشناوي حارس مرمى الفراعينة في الشوط الاول وتسليط اشعة الليزر على وجوه منتخب مصر اثناء تنفيذ ركلات الترجيح للتأثير على تركيزهم مما تسبب فيه احضار ثلاث ركلات من اصل الاربع والاعتداء على محمد صلاح بعد نهاية المباراة طيب يذكر ان جمال علام رئيس الاتحاد الكرة اكد في وقت سابق ان مجلس الجبلية هيصعد الشكوى الى المحكمة الرياضية الدولية حال رفض فيفا الاحتجاج المقدم وتأهل بالفعل منتخب السنغال الى منديال قطر عشرين اثنين وعشرين بعد الفوز على مصر بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء مبارتي الذهاب والاياب بالتعادل بهدف لمثله خلينا نقول كمان انه اصفرت قرعة كأس العالم عشرين اثنين وعشرين عن تواجد منتخب السنغال في المجموعة الاولى رفقة منتخبات قطر وهولندا والاكوادور والسعان اتحاد الكرة في الملف باراء عدب من نجوم الكرة العالمية خلينا نقول انه زي تومس مولر النجم تومس مولر قائد بايرم يونيخ ومنتخب المانيا اللي تعطفه مع منتخب مصر والنجم محمد صلاح قائد الفراعينة بسبب تعرضه لاشعة الليزر بشكل مبالغ فيه للغاية ما اثر عليه اثناء تنفيذ ركلة الجزاء وكذلك احمد سيد زيزو ومصطفى محمد لكن اتحاد او الاتحاد الدولي للكرة القدم اتخذ قراره باعتماد نتيجة فوز السنغال على مصر معاقبة ومعاقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد الاحداث اللي شهدتها مبارب مصر والسنغال في اياب التصفيات الافريقية المؤهلة لبطول الكأس العالم 22 واللي انتهي بفوز السنغال بركلات الترجيح قال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على الموقع الرسمي ان لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال باقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلا عن 175 الف فرانك سويسري كغرامة و6000 كغرامة للمنتخب المصري خلينا نقول لسوق سلوك الجماهير كما زعم الفيفا اذا مشاهدين ومتابعين خلينا اقول لحضرككم مرة اخيرة يعني في هذه التغطية الخاصة تطورات اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتفاصيل العقوبات والقرارات الخاصة بالمباراة النهائية فاول ربط الاتحاد المصري لكرة القدم على قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم كشف مسؤول اتحاد الكرة انه هيتم تصعيد ملف مباراة مصر واستنغال في تصفيات كأس العالم الى المحكمة الرياضية الدولية اذا الى هنا تنتهي هذه التغطية شكرا لحضرككم وانتظرونا على مدر الساعة اشتركوا في القناة